ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تعد هذه المهنة من أقدم المهن في تاريخ البشرية ارتبطت باحتياجات الإنسان في حياته اليومية في بداية الأمر مع اكتشاف مادة النحاس عندنا نحاس تاريخ من عادل عتماني هو من أوائل المعادن التي اكتشفها الإنسان قبل أكثر من عشرة ألاف سنة قبل الميلاد يتميز بليونته وتشكيله بسهولة وقابليته للتفاعل الفيزيائي الكيميائي فصخر الإنسان هذه المادة حسب احتياجته بل وامتد إلى مجالات عدة بما فيها الأشياء التي تستعمر للزينة المهراز المحبس طبس عشاوات السني والبقراج هي أواني نحاسية تقليدية مصنوعة بأنامل جزائرية تعبر عن حقبة تاريخية من حياة سكان الجزائر ما يخفى لكش بلي حناية المناطق تاعنا هادية كانت زمان جاست فيها ديت خاص آثار عثمانية وهذو كل آثار تاع العثمانيين هم اللي خلّوا عندنا هذو البقار جتع القهوة وخلّوا السحلوب كل حاجة عندها حيات البقراج عنده حيات المرش عنده حيات السنذيكي المرش باقر اكزامبل لكي تديريه في القهوة أو لكي ترشي موالين العروسة كي يجيو داخل البياتات أو لكي تديريه في الحمام حمام العروسة لذلك المرش عنده تاريخ تاعه البقراج ثاني كيث كيث البقراج كانوا يلقموا في الغلايا كيما اشتها لقمت في الغلايا ويفرغوا في البقراج البقراج زمان ما كان كايين تاربوا بساح البقراج ينحط وسمه ينحط هكذا كيشغول حديدة تنحط فوق النافخ وفوقها يحط واحد الوسمة نحاسة فوقها وينحط البقراج بش يبقى ثخون تعتبر صناعة النحاس والنقش عليه من الحرف العريقة التي تعد من أهم ركائز تراث البلد والتي حافظ عليها الجزائريون أبا عن جد تعتبر صناعة النحاس نحن نحاس هذا نجيبوه لما جوتين الناس يجيبوهنا نحاس مقسنتينة نجيبوه نحاس ورقة يعني نركم كيفاش يبدأ محبس ولا طبسي ولا أي إنسان يخدم من الأوقات يبدأ الفصالة نجيبوه نحاس دوما تصير أمت ورقة نحاس فيها الدون مسير آمات نفصلها بالكمبا ولا كان عندنا أبجي نخدمه محبس ولا نخدمه طبسي ولا نخدمه أي أبجي نفصله باش نبدأ الوبياراتيون تعال نحاس هذي ولأن لكل حرفة الأسرار فإن حرفة النحاس هي الأخرى تسارع الزمن من أجل البقاء بالتوارث من جيل إلى جيل وبين جصور الأنامل التي اختارت مزاولة مهلة لها عراقة ومكانة خاصة لدى المجتمع الجزائي من مادة ذات لون متعدد صفراء حمراء وفضية تولد أرقى الدكورات العريقة التي تضفي لمسة سحرية رفعة الضوء والمقام قطع مساعد يدوز في شلال ويخرجوا الوبياراتيون في مركز تشوفوا الخير هذا سطوة سحر إبداعها جعل منها ركيزة تفرض نفسها كصناعة أساسية ونشاطاً تجارياً يدخل كل بيت أنا حسادياً هو حياتي حياتي ما جوش أقولكم مليس كني في عمري كان 13 سنة ونعمر فيه واللي أعلمني الله يرحمه هو تونسي وسمه إزاي بقيت الحرفة هدية بديتها ملاز سبعة سوى صنديس ودرت معها كونترا أربع سنين ودخلني بابا كان في عمري 13 سنة وانا نعاني فيه للدورك واني شايف تلاتة وربعين ولاية مكاش بلاد اللي شرفتهاش مشيت حتى الطمارس ملازى 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 موسيقى لا يمكن أن تتخيل بيتا من ميوت الجزائر دون وجود ولو شيء صغير من النحاز يستعمل كزينة أو كأداة للإحتياجات اليومية رغم الوجه العصري الجديد الذي تشهده الحياة وكل التطور الحاصل إلا أن هذه الأواني عايشت أجيالا عدة ولزالت تزين موائدنا حفاظا على التراث ولقيمتها ومكانتها بين رفوف البيت فإنه يخضع لطريقة معينة في غسله حفاظا على لونه وجماله حيث تلجان النسوى لغسل الأواني النحاسية وتلميعها بالليمون والتراب حتى تأخذ اللون الجديد الناصع نحن بكريت عن النحاس كيجا موسموا لحاجة نرفضوا النحاس نحطوه كامل نتلموه لنسان البنات وكامل كانوا دوك العواتق كانوا بكريين نسان كبارات تتوعنا ودوك عندنا العواتق نتلموه كامل في دار واحدة كل الخطوي نتروح للوحدة نتلموه كامل في وسط الدار هادك نحكموه القارس ونجيبوه طفاي طفاي الاسموه تعالف حم طفيا هادك نديروها في تباسي ولا نديروها في حاجة ونحطوها ونقسموه البراشة على القارس سينية الشاي وإبريق القهوة هما سيد الجلسات المميزة اللذان يضفيان نكهة قعدة زمان حول مائدة النحاسية والجلوس على الأرض حقيقة هي تحفة لم تزعزع عرشها موظة العصر الحالي احنا مازلنا في تقاليد تعبكرين نديرو طبسي تعالحشيوات كي يكون عندنا مناسبة هكذا يجو العيلة ولو كلش ننفدو نحس تعالنا كي ما نقولو القهوة سني بدأت تعال نحاس مع الأخرون عندي المرش نعمره بالمزهر ها ندير فيه المزهر أو فيه المزهر نعمره سكرية تعال نحاس وعدنا هادك بتاع السكرية سليلة تعال نحاس تانيت بالمغارب عدنا تانيت هادك تعال مشاور تاترشنات نديروه فيهم إبريق الشاي أو القهوة أو ما يسمى بالبقراج هو آنية يقدم فيها الشاي أو تستخدم لطهي القهوة القهوة ندير لازم نحاس لكن طيبها طيبها في البقراج البقراج اللي يجي فيه اللي يقولها خضر وزرقه كامل اللقموا فيه القهوة ويقال أن البق هو الفم بينما كلمة الراج تعني اهتزى بغليان الماء قلبي رصى وفي البحر مان ومرصى يا أبو خرصى كويتني بحسن جمالك من البهجة للشام والرعية خدامك سيدي سلطان وحنا تحت علامك وللبقراج أنواع منها البقراج اليومي والبقراج الذي يوضع في شهر رمضان ونجد في أعلاه شكل هلال أما السني فهو عبارة عن سينية مستديرة الشكل تلتم عليها العائلة لشرب القهوة أو الشاي حرفة ثامينة منذ العهد العثماني طبعت تاريخ البلد في مختلف أوانيها ولكل واحد من هذه الأواني حكاية وقصة جميلة نحدثكم عنها عن طبس عشوات هو طبس كبير الحجم بغطاء شبيه بقبة المسجد يستعمل في الولائم والأفراح ويوضع فيه الكسكس أو الحلوة التقليدية التي تسمى بالطابع طبس عشوات عند العثمانية كانوا هم تاني يديروا في الطعام وكانوا في العياد كثرتات زيريين كنا شوية ما كاش ماداك بإعراء كان يخدموا بزيف حلوة طابع حلوة طابع قاعد ديار يخدموها وش يديروا؟ هذك طبس عشوات في العيد يخدموا حلوة طابع ويعمروها لداخل قاع ومبع من يجيهم الضيف؟ يجيب دون طبسي هذا كالطبسي عندهم دور يأكل يخدم في الطعام يأكلوا فيه الحلوة التي يخبوها فيه بينما المهراز بإمكانك أن تعرفه بمجرد سماعك لصوته وهو وسيرة لها عدة استخدامات من رحي التوابل إلى تحضير مأكولات شعبية عدة تختلف من منطقة إلى أخرى كنا المهرازة هنا وكي تقول لك نديروا شطيتها باطاطا المهراز لازم تسمعيه والمهراز لو كان ما تحكوش مولاة الدار بالتراب وبالقارص وتشلوا وتنشفوا وديروا في السمش ولأن العديد من الحرفيين حبهم لهذه المهنة متعلق أساسا بحبهم لهذا الفن وإيمانهم بالقيمة العريقة للحرفة حب يتدفق إبداعا بين أناميرهم في صناعة الأوان النحاسية كنا حاجة واحدة أبقى أني منتمنيها إن شاء الله حبيت نوسيقيني كل مسيت باش الحرفة هذه تبقى في بلدنا أي إنسان يحبي يسود سنيوة ولا يقزر سنيوة ولا يشلن سنيوة يصيب الصانع وللنحاس ألوان ثلاثة اللون الأصفر، الفضي، والأحمر النحاس الأصفر هو معدن يتطلب المحافظة عليه ويجب تجفيفه بعد الغسل لأن الرطوبة تؤثر عليه بينما النحاس الأحمر يستخدم عادة في الصناعة الأوان الضخمة المخصصة للطهي أو حفظ الماء وثالثهم النحاس الفضي وهو الأكثر استعماناً نظراً لروعته وبريقه المميزة فالنساء تعشقنا تزيين بيوتهن واتاتهن به لكن يجب الحفاظ على لمعانه يومياً بحناية خاصة والنحاس، كي نعطيك معلومة ما هي النحاس الأحمر هو النحاس يقولون الكويفر القور النحاس الأحمر هو مامل عثمانية لو كان سيبي بياسة صفرة يقول لك هذي عثمانية مولهار أو يكذب خاش الصفرة ذا يتفزر يقولون بالرومية ليطو مخلطي لولا اليميليوم مخلطي لولا بزاف حواج فمتي كيف هاج تقريب النحاس الأحمر دارينو يشبهوا بها برك والنحاس الأحمر يقذروه بالرومية ليطاماش يقذروه ويأكلوا فيه تستعملها مكان يمر بنيوان عندما تكون في حضرة مملكة النحاس ينتابك شعور غريب وجميل في نفس الوقت وكأنك ترى الماضي أمام عينيك وتشم عبقى تاريخي القديم وتاريخ الأجداد نحاسي مثلي دارنا ودارنا اللي عشت فيها وفيها قيع الحاجات اللي مثلوا جداتي ويمة وخالتي كل واحدة كل حاجة فيها داك من حاس تفكرك بإنسان عزيز عليك وهو ما جعل من الأوان النحاسية موروط عائلي مكتسب من الأجداد والكل يسعى لامتلاكه والمحافظة عليه تمنيت عند خالقي تسجراء من العنبر ومية الطير حمام فوق كل عرف يقر تيها وحجة وفرجة وطولان العمر وطولان العنبر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة يوجد الكتاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر